مرحبا مواليد برشل شدي معكم كارمين شماس اليوم بدي احكي عن الأسبوع من الثانين 27 نيسان أبريل للأحد وثلاثة أيار مايو هيدا أسبوع كتير مهم لأنه لسببين الأول هو نحن عم نعبر من شهر إلى آخر من نيسان أبريل لأيار مايو شهر أيار مايو شهر كتير حلو للكون سبب الثاني المهم أنه أنتو بتعرفوا أنه الشمس هلأ موجودة ببرش الثور الترابي يلي هو صديق للكون وبالتالي فيه ارتياح وفيه تحسن وفيه نوعية حلوة من الوقت عم بتساعدكن غير أنه المشتري ببرشكن عم يساعدكن وغير أنه زحل كمان عفوا غير أنه زحل أوكي ترك برجكن غير أنه أورانيوس موجود أيضا برش الثور أوكي سو الخبر التاني الحلو أنه كوكب عطارد بينضم لبرش الثور مساء الاثنين سبع عشرين خلونا نسمع ونشوف هيدا الأسبوع كيف أيهن اليومين لازم تنتبهوا خلالهم أيهن اليومين الأكثر حظان منبلش مع التانين سبع وعشرين نيسان أبريل التانين سبع وعشرين نيسان أبريل الأمر موجود ببرش الشوزاء فقط حتى الساعة خمسة ونص المساء توقيت العالمي ثمانية ونص المساء توقيت بيروت الصيفي كل شي والأمر موجود ببرش الشوزاء أنتوا على شط الأمان أو عن ما أصلا كل هيدا الأسبوع ما فيه مشاكل ضخمة لكني اللي عم يتابعني من القارة الأمريكية من الصبح أو من الظهر الأمر بيكون موجود ببرش السرطان تمانية واربعين ساعة حتى الأربعة مساء تسعة وعشرين نيسان أبريل الأمر بيكون ببرش السرطان يعني كل الثلاثة وكل الأربعة شو معناتها؟ معناتها في بعض التحديات معناتها في بعض علامات الاستفهام معناتها في بعض التساؤلات في بعض المزاجية لكن أيضا من الناحية الإيجابية معناتها فيه لقاء أو صفقة أو عقد أو شيء مهم عم بيصير إذا بتنتبهوا لمزاجيتكن بتمنعوها أو بتضبطوها أو بتخلوا البس مع وشكن فيكن تنجحوا نجاح باهر بتكون تبعدوا عن الخلاف بتكون تبعدوا عن الجدال وبتكون تحاولوا ما تحطوا حالكم بمواقف محرجة لأنه فعلا ساعتها الموقف بيكون محرج عم بحكي عن فترة وجود الأمر في برش السرطان كونوا حذرين ما عبقول أنه ما فيهم شيء مهم بالعكس فيهم يكون فيهم شيء كتير مهم مثل كونتراء مثل لقاء أو ميتنج أو مقابلة فما تنزعوا الخميس 30 نيسان أبريل الأمر بيكون موجود ببرش الأسد يعني طلعنا من مرحلة الاستفزاز ودخلنا في مرحلة التفاهمات والطلاقي وحل حلة الأمور وتيسير الأمور الملفات بلكن تشتغلوا عليها من كل قلبكن وبركن تحاولوا توصلوا إلى حل الشخص أو الجهل يختلفتوا معه ويمكن ما اختلفتوا معه الأربع والخميس مفروض تلقوا لحل وتنهو شهر نيسان أبريل بريحة حلوة يعني بسلام ووفاق الجمعة واحد أيار معي الأمر كمان ببرش الأسد عم بيساعدكن لحتى تلاقوا الحل ولحتى تسايسروها ولحتى تطولوا بالكن تعملوا منيح وتكبوا بالبحر هذا يوم الجمعة واحد أيار مايو يلي على الأرجح في كتير ناس عطلة يلي أصلا منه معطل عطلة يوم العمل العالمي السبت تنين أيار مايو عفوا والأحد ثلاثة أيار مايو أجمل يومين بهذا الأسبوع أجمل يومين بهذا الأسبوع ويمكن يكونوا من أجمل أيام شهر أيار مايو في مثلث فلكي بين الأمر والشمس وإنتو عم بتبتلوا المثلث الفلكي الترابي أجمل يومين السبت والأحد ما تنسوا هالشي حطوا كل تقلكون بهاليومين اشتغلوا من بيتكن بهاليومين إذا عم تروحوا على الشغل اشتغلوا من كل قلبكن أصعب شغل اشتغلوا علي لأنه بتصير اطلبوا كله بيصير ما في شي صعب يومين السبت والأحد جربوا وشوفوا بتكونوا تصلحوا مع أصدقائكم جربوا ما تخافوا أووا قلبكن السبت والأحد اثنين وثلاثة هني أفضل يومين بهذا الأسبوع متل ما شايفين الأجواء بتساعدكن بتقلكون انتبهوا من وجود الأمر برش السرطان بقية الأمور بقية الأحوال الفلكية حلوة كتير وتشتغل معكم لصالحكم مش ضدكن كوكب أورانيوس بيساعد بيعطي حظوظ كتير حلوة لموالي 15-16 كانون 2 يناير من ضغوط موجودة من تغييرات موجودة من ظروف شوي قاهرة لذلك انتبهوا 3 وال4 هادي كانت الأبراج الأسبوعية بدي أتمنى لكم أسبوع حلو على أمل اللقاء مع أبراج يومية وشهرية ودعكم بي بي موسيقى موسيقى